السلام عليكم وعطيكم وعافية معكم خلد النجار ان شاء الله هلأ رح نحكي عن موضوع Taylor Series Expansion في مادة الـ Numerical Methods هلأ في هذا الفيديو رح نحكي عن قانون Taylor وشو الهدف من Taylor وبعدي هنحل مثال على هاد الموضوع هلأ اللي أمامي فعليا هو ايش هو قانون Taylor اللي هو Taylor Series Expansion من خلاله الهدف اني أقدر أطلع صورة رقم معين إذن هو شو بكن ما أعطيني بكن ما أعطيني اقتران يعطيني رقم اني أوجد إله الصورة فعليا بقدر أمسك امسك الرقم وعوده في الاقتران ووجد الصورة تبعته بكل سهولة لكن هيك احنا فعليا ما مسكنا ما استخدمنا Taylor Series Expansion اللي هو بكون شو قيل لي اللي انه Using Taylor Series Expansion فلازم نستخدم Taylor Series Expansion حتى نطلع صورة هذا الرقم من خلال قانون Taylor هللينا نشوف وهو قانون Taylor قانون Taylor بحكي لانه Fx1 شو يساوي X1 هو الرقم اللي بيعطيك إياه إنك توجد إله الصورة هذا هو الهدف تاعك اللي هو Fx1 شو يساوي يساوي Fx0 X0 هي خلينا نحكي قيمة أولية أو Initial Guess برضو بكون معطينيها وإيش في السؤال إذن Fx1 يساوي Fx0 زائد المشتقة الأولى للاقتران بعوض فيها X0 اللي هي F' X0 مضروبة في إيش في فرق السينات اللي هو X1 ناقص X0 وزي ما حكينا X1 معنا وX0 معنا زائد المشتقة الثانية للاقتران بعوض فيها X0 مضروبة في فرق السينات X1 ناقص X0 لكل تربيع على بحط بالمقام هون إيش مقسومة على 2 مضروبة يعني 2 ضرب 1 هلأ رح نلاحظ إنه المشتقة رقم المشتقة هو نفسه القوة لفرق السينات وهو نفسه الرقم الموجود بالمقام مع المضروب تمام؟ خلينا نشوف هون زي هيك زائد المشتقة الثالثة بعوض فيها X0 مضروبة في X1 ناقص X0 لكل تكعيب على بالمقام شوفي عندي 3 مضروب يعني 3 ضرب 2 ضرب 1 زائد شو ما أخذ التير من زيادة شو ما طلعت قيمة أضاق لمين لFX1 يعني عندي المشتقة الثالثة هلأ بقدر أخذ الرابعة وأعمل نفس الشي وبطلع بهاي الحالة شو قيمة أضاق لFX1 لحد ما أصل لحد ما بدك اللي هي المشتقة N X في X1 ناقص X0 لكل قوة N على N مضروب يوهو بيكون حكي لك كم N تستخدم أو بيكون معطيك Acceptance Error توقف عنده هلأ رح نشوف بالسؤال إذن هذا هو قانون تايلر هلأ فعليا لو أنك أنت أجاد حكيت FX1 يساوي FX1 يساوي FX1 بس وقفت هلأ أنت ما عطيت قيمة 100% لFX1 فهذا كل هذول التيرمز اللي أنت ما استخدمتهم هم فعليا Error ما كنت ماخذهم بعاني الاعتبار وهذا الررر شو بيسموه بيسموه ترانكيشن أو ناعة ترانكيشن إذن هذا أحد أنواع الررر له ترانكيشن إذن هذا أحد أنواع لأنك أنت في عندك هون تيرمز ما أخذهم عن الاعتبار وبالتالي هذول إذن من هون من هون فعليا من هون وجر هذا كله Error ما أخذته في عن الاعتبار وهو اسمو شو ترانكيشن Error هلأ فعليا كل تيرم تأخذه زيادة كل ما طلعت قيمة أدق لمين لFX1 هلأ بإمكانك تفوت على المثال وإيش نطبق دائريك مباشرة على القانون للي حاب يفهم كيف ممكن أطلع من Taylor Series أو Taylor Series Expans اللي هو قانون Taylor كيف أقدر أطلع فعليا FX1 يعني شو النظرية تاعته إذا حاب تعرف شوف مش حاب عادي يفوت على المثال على السريع خلينا نطبق مباشر نشوف شو نظرية تايلر في هذا الموضوع لنفترض أنه كان في عندي هاي رسمة الاقتران اللي هو FX في عندي على محور السينات عندي X-NOT وX1 هذولا حكينا عنهم إيش أطلع من FX1 اللي هي لو أجي هون هاي هون طبط هاي هي FX1 إذن هدفي من قانون Taylor إني أطلع هاي القيمة طب خلينا نشوف بيجي بقول لي إنه FX1 يساوي FXNOT هلأ لو نيجي نطلع نحكي FX1 يساوي FXNOT أكيد يعني أكيد في فرق شاسع برسمة هذا الاقتران أكيد القيم اللي أنت طلعتها مش صح مية بالمية عشان هيك هذولا القيم كل ما أخدتهم فيها كل محطة تيرم كل محطة هذا التيرم كل محطة هذا التيرم كل ما في عين أنت شو بتعمل بتقرب على FX1 من خلال هذول التيرمس اللي زيادة اللي هو فيهم المشتقة الأولى والثاني والثلاثي الأخرية خلينا نفهم النظرية من خلال هذول التو تيرمس وبنعنا عليها بتكون هي إيش ماشي عليها تيلر في باقي التيرمس إذا رح نأخذ هذول أول تيرمين ونفهم شو اللي صار فيهم إذن FX1 يساوي FXN زائد إذا شوف هاي الزائد هذا المشتقة الأولى في فرق السينات كيف رح ممكن أقترب لوين لFX1 خلينا نشوف كيف فعليا FXN زائد المشتقة الأولى لXN أوكي انسوا ضرب فرق السينات خلينا نوقف هون شو يعني المشتقة الأولى لXN إحنا بنعرف من أيام الكالكولاس إن المشتقة الأولى هي إيش هي ميل المماس إذا حتى أطلع مشتقة هذا الاقتران عند النقطة XN هو فعليا ميل المماس عند مين XN فلو بدعم المماس عند النقطة XN نرسم مماس هي أنا عندي XN بدي أرسم مماس هون تمام لنفترض تقريبا إنه هاذه المماس أوكي هاي أنا رسمت إيش مماس هاذ هو F'XN اللي هو شو ميل المماس هاذ المماس ميله هو F'XN حلو هلا بنعرف إنه الميل هو فرق الصدات على فرق السينات تمام هلا فعليا مين فرق الصدات وفرق السينات لو بدأوا أخذ هاي النقطة هاي فرق السينات وهي إيش فرق الصدات أوكي طيب هاذ هو فرق السينات وهذا هو إيش فرق الصدات هلا الميل لو ضربته في فرق السينات شو رح يعطيني فرق الصدات وهذا الإشي اللي صار عندي هاي المشتقة الأولى للاقتراع عند X' الميل هاي الميل صح؟ ضربه في فرق السينات اللي هو X1 ناقص XN فعليا انت شو طلعت له بها الحيرة طلعت له هاي المسافة شو انت بتعمل فعليا قاعدين بنقترب على F'X1 يعني انت لحد هسه إذا وقفت لهون F'XN هايها F'XN هاي من هون لهون F'XN هايها من هون لهون F'XN زائد F'XN المشتقة الأولى ضرب فرق السينات فعليا اللي هي هاي المسافة لاحظ هاي المسافة زائد هاي المسافة فعليا انت شو قاعد تقترب تقترب على F'X1 وبالتالي كل ما أخذت تيرمي زيادة كل ما وصلت لقيم أدق لميين ل F'X1 من خلال هون صار في عندي المشتقة الثانية هون المشتقة الثالثة وهون في عندي مضروب فرق السينات بيصير القوة تختلف حسب المشتقة وهكذا لحتى نوصل قيم أدق ما يمكن لمين ل F'X1 في من النظرية خلينا نفوت هلأ نشوف كيف المثال ونطبق مباشر على قانون تايلر